وأضاف شكري أن مصر دائما ما تتخذ سياسة متوازنة لتحقيق الاستقرار والسلام في العالم لافتا إلى أن القاهرة لها مكانة كبيرة بين الطرفين في أرمينيا وأذربيجان دائما تلتزم سياسة متوازنة سياسة داعية إلى التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات ولها مكانة لدي كل من الطرفين تؤهلها بأن تتطلع بدور لتحقيق الاستقرار لتحقيق السلام لتوجيه الجهود نحو التنمية وهذا سيكون السياسة التي ننتهجها بقدر الرغبة ووجود الإرادة السياسية والرغبة لكل من البلدين لأن تلعب مصر دور سوف يتم تقييم الأمر والعمل على الوفاء بأي جهد إيجابي نستطيع أن نوفره